بعد تخفيف الحكومة الباكستانية إجراءات حظر التجول التي استمرت شهرين تقريبا تشجع أهالي مدينة روالباندي فخرجوا إلى الأسواق والمراكز التجارية بعداد كبيرة دون اكتراث بدعوات التباعد الاجتماعي لمنع العدوى بفيروس كورونا الجميع وعون بهذا الفيروس لكن كما تعلمون هذا هو الحدث الرئيسي الوحيد الذي نحتفل به لذا علينا أن نتحمل بعض المخاطر لكننا نستخدم المطهرات والأقنعة وفي مناطق أخرى من المدينة حافظت مراكز التسوق على بعض الإجراءات الاحترازية ومنها رش أيدي الزائرين بالمطهرات وقياس درجات حرارتهم عند دخول المباني الحكومة تحددت ساعات العمل من الصباح وحتى الخامس مساء وهذا لا يكفي طلبنا الحكومة بتمديد الوقت حتى 11 أو 12 مساء وخوفا من خطر الإصابة بالفيروس لجأت بعض العائلات إلى التسوق عبر الإنترنت هذه المرة تكررنا محاولة الاستفادة من التسوق عبر الإنترنت بحثنا في مواقع مختلفة اشترينا بعض الأشياء وكانت التجربة جيدة يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان تجاوز خمسين ألفا فيما تجاوز عدد حالات الوفاء ألف حالة